أكدت السيدة انتصار أسيسي أن الأطفال هم قادة المستقبل والاستثمار فيهم بناء لمستقبل أكثر إشراقاً للوطن يأتي ذلك في إطار رعاية السيدة انتصار أسيسي لاحتفالية أقيمت بمدينة العالمين الجديدة للاحتفال بنوات المرحلة الأولى من مبادرة دوي لتمكين الأطفال والفتيات في مصر هم قادة المستقبل والاستثمار فيهم بناء لمستقبل أكثر إشراقاً للوطن هكذا بدأت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية كلمتها المسجلة عن مبادرة دوي لتمكين الأطفال والفتيات في مصر في إطار رعايتها لاحتفالية كبيرة أقيمت بمدينة العالمين الجديدة للاحتفال بنواة المرحلة الأولى من المبادرة مبادرة دوي تأتي بالشراكة مع مبادرة وطن واحد والتي ينفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية انطلاقا من محافظة مطروح على أن تستكمل بالمحافظات الحدودية وتهدف المبادرة لتعليم وتمكين الأطفال والفتيات من خلال العديد من الأنشطة التدريبية والترفيهية تستهدف تنمية مواهبهم وقدراتهم نحتفل بانتهاء ورش العمل اللي تمت من خلال تعاون بين تحت إطار هذه المبادرة الكريمة وبالتعاون مع مجلس الطفولة والأمومة ووزارة البيئة والتعليم أعقدنا ورش عمل على مدة عشر أيام شملت المدارسين والاخصائيين شملت الطلبة والطالبات التدريب على أغلص القيم الإيجابية وبين ابنائنا وبناتنا دي مبادرة وطنية لتمكين الطفل المصري طبعا إحنا كان لدينا دور كمجلس القبائل والعائلات المصرية إن إحنا فعلا بدأنا نعمل شراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وقلنا نبتدي بالمحافظات الحدودية وكان بداية قلنا بداية الانطلاق هتكون محافظة مطروح داوية مهمة جدا إنها بتركز على البنات وزي ما تكلموا إن البنت قائدة وإن البنت لها دور وإننا لازم نتعامل معها بشكل جميل جدا والحقيقة فيه أنشطة مختلفة جدا منها المطرح التفاعلية اللي هتشوفوا منها الكرال منها الحكي فدوية دي حاجة مهمة جدا والمفروض المبادرة دي دي إحنا كلنا شراكاء إحنا مش بندعم إحنا شراكاء إنه كل الحاجات دي تبقى جزء من أنشطة في المدارس أهداف المبادرة هي تمكين الطفل والطفلة في المحافظات الحدودية وبدأت بمحافظة شمال سينا بمدينة العريش وليها محافظة مطروح كانت لتمكين الأطفال وتدريب المدرسين عن طريق رفع كفاءة المدرسين ببرامج تدريبية مع الإضافة لتدريب الأطفال عن طريق برامج تشاركية وتفاعلية زي المسرح وفقرات غنائية للأطفال الاحتفالية شهدت فقرات وفعليات فنية ورياضية بحضور 90 من أطفال مطروح بالإضافة لذويهم وأدى الأطفال فقرة المسرح التفاعلية لمحاكاة قضية مواجهة التنمر وعرض المواهب المختلفة التي قامت المبادرة بتنميتها ودعمه بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية المبادرة دوي زمانتوا عارفين أنها الغوض منها أنها تدري الأطفال ثقة في النفس ويطلع كل المواهب اللي عندهم وأي حد عنده مواهبة تساعده ويطلع مواهبته إحنا الاتحاد المنصف للألعاب الترفيهية كان بيقوم بالنشاط الرياضي فيها الاتحاد يضم أكتر من رياضة حوالي سبع رياضات البياضات دي كلها لها منتخبات قومية إحنا ساعدنا الأطفال شوفنا إيه اللي ينفحهم إيه اللي يساعدهم كل طفل اللي شوفنا حسب مواصفات وإيه اللي يتناسبه اتعلمت من المبادرة أن البنت لازم يكون لها صوت وتعلي صوتها عشان تعرف تاخد كل حقوقها في المجتمع ولازم هتعرف واجباتها وهتعرف حقوقها وتعلمت اللي لازم الطفل يكمل تعليمه للآخر مبادرة دوي هي مبادرة كويسة جدا وبتشجعنا على فعل اللي احنا نوصل صوتنا لجميع العالم اتعلمت حاجات كتير من دوي تعلمنا فايدة الإلكترينيات والمخاطر بتاعتها وانحنا ما ينفعش برضو كل حاجة ننشرها على الفيسبوك والسوشال ميديا في حاجات ينفع ننشرها وفي حاجات لا البداية كانت بخمس مدارس في مطروح ولكن دوي ستتواصل لتصل المحافظات كافة وذلك بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية والاهلية والمنظمات الوطنية للتأكيد على دعم واهتمام الدولة بفتيات واطفال مصر باعتبارهم بنات مصر المستقبل محمود جميل التلفزيون المصري